تسعى إلى ربع موعد المسائية على القناة الثانية والمستهل كالعادة بالعنام اجتماع وزاري خصص لتتبع مراحل تنزيل ورش السجل الوطني للسكان وورش السجل الاجتماعي الموحد ترأسه اليوم بالرباط عزيز أخنوش رئيس الحكومة والكنوبس يسعى لتبسيط المساطر الإدارية عبر اعتماد التبادل الإلكتروني لتسجيل المواليد الجدد في التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالقطاع العام وكذا بالتغطية التكملية للتعضوديات ينضم إلينا بعد قليل مسؤول التواصل بالصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي وطريقة مبتكرة لرش المحاصيل الزراعية عبر الاستعانة بطائرات مسيرة لتقليل تكلفة الإنتاج وربح الوقت النموذج نسوقه من إقليم الخميفات وفي المسائي دائما اليوم أصدر المجلس الأعلى للحسابات تقريره السنوي لعام 2021 والمتضمن لبيان عن أعماله وأعمال المجالس الجهوية للحسابات نناقش مضامن التقرير رفقة ممثلين عن المجلس أهلا بكم إلى التفاصيل الاجتماع وزاري خصص لتتبع مراحل تنزيل ورش السجل الوطني للسكان وورش السجل الاجتماعي الموحد ترأسه اليوم بالرباط عزيز أخنوش رئيس الحكومة الاجتماع شكل مناسبة للوقوف عند مختلف المراحل التي تم قطعها لتنزيل هذين الورشين باعتبارهما إحدى الدعامات الأساسية للورش الملكي للحماية الاجتماعية والذي توليه الحكومة عناية قصوى تنفيذا للتعليمات الملكية جاد بردان وهدى جديد السجل الوطني لسكان والسجل الاجتماعي الموحد عامتان أساسيتان لورش الحماية الاجتماعية الملكية عناية خاصة بتعليمات ملكية توليها الحكومة للملف في اجتماع اليوم خصص لتتبع مراحل التنزيل كانت فرصة باش نطلع على التقدم ديل هذا الورش المهم جدا فانطلق منذ عدة أشهور وكان عنا فرصة باش نشوفه بأنه كان تقدم ملحوظ تقدم ملحوظ لتعزيز واتيرته دعى رئيس الحكومة كافة المتدخل لمواصلة التعبئة عزيز أخنج ثمن النتائج الإيجابية التي تم تحقيقها لغاية اليوم وكان هذا كذلك فرصة باش نتكلموا على البرامج المستقبلية التي تشتغل عليها الحكومة فيما يخص تعويضات العائلية لأن هذا البرنامج غادي يحتاج الناس تشجل في هذا السجل الاجتماعي الموحد ولأجل ذلك حث الاجتماع الوزاري على تشجيع الساكن المستهدفة على التسجيل في لوائح السجل الاجتماعي الموحد لارتباطه الوثيق بالاستفادة قبل نهاية السنة من بعض الخدمات الاجتماعية وعلى رأسها التعويضات العائلية وفي إطار سياسة تقريب الخدمات لمنخلطي التعادضية العامة للتربية الوطنية تم اليوم بمدينة سمارة افتتاح مكتب اتصال جديد بهدف التخفيف من تنقلة أسرة التعليم إلى العاصمة لإدعي ملفاتهم المتعلقة بالتعويض عن المرض كما سيقدم المكتب خدمات استشارية للمرتفقين المزيد في روبرتاج بوشر رائف وهشام السني مكتب جديد لتقريب الخدمات من منخلطية تعادضية العامة للتربية الوطنية يار النور سيشكل فضاء لاستقبال ملفات المرضى من جهة ومركزا استشاريا في كل ما يتعلق بقطاع التأمين الإجباري الأساسي والتكميلي من جهة ثانية هذا المقر سيقرب منهم الخدمات وسيكون مقر لهم بقاش يعانون من ترقل إلى مدينة الريباط من أجل وضع ملفاتهم هذا التدشين يجي في إطار استراتيجيا ليوضع المجلس الإداري ديال تقريب الخدمات عبر ربوع الوطن تأتي الخطوة في إطار ترصيخ الشركة والتعاون القائم بين التعضي العامة للتربية الوطنية والتعضي العامة لبرد المصارات المتجلية في افتح هذا المقر يعني هذا العامل يجي منسجام مع التوصيات للأجهزة للتعضياتين من أجل ترصيخ هذا العامل المكتب سيساهم أيضا في التخفيف من تنقل المنخرطين إلى مكتب العاصمة لإدعاء ملفاتهم والتي ترتبط أساسا بتجديد البطائق وطلبات الترخيص للأمراض المزمنة وأيضا طلبات التعويض هذا المكتب اللي حقيقة هو يندرج فيه إطار توصي شبكات المكاتب والمقرات التعضيات وهذا كله في إطار تنزيل طبيعة الحال برنامج الحمال الاجتماعي اللي هو أساسي جدا واللي حقيقة العمل التعضي يساهم فيه إلى حدين كبير كمنخرطة كنشوف بأن الفتح دي المكتب تيصال بتمارة أنها بادرة مهمة في إطار تقريب الإدارة من المواطن وخدمة الشغيل التعليمي القاطنة بتمارة تعزيز خدمة القرب في المجال الصحي خطوة من بين خطوات إعادة هيكلة المنظومة الصحية للمساهمة في تفعيل الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية وضمن جهود تقريب وتسهيل الولوج لخدماته قرر الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي إعفاء المؤمنين من الإدلاء بعقود ازدياد أبنائهم من المواليد الجدد لتسجيلهم في التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالقطاع العام والتغطية التكميلية للتعضضيات الصندوق سيعتمد بدلا عن ذلك التبادل الإلكتروني للمعطيات مع المصالح المختصة بوزارة الداخلية بهدف تحيين وضعية المستفيدين هذه التجربة التي دخلت حيزة تنفير ابتداء من نيار الماضي مكنت من تسجيل نحو 4800 مولود جديد عبر هذه التقنية تتبادل الإلكتروني ولمزيد من المعطيات نربط الاتصال مباشرة من مكتبنا بالرباط مع عزيز الخرسي مسؤول التواصل بالصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي مرحبا بك سيدي ببساطة اليوم عبر هذا الإعفاء سيتم إعفاء المؤمنين بالكنوبس من عاناء التنقل بين المصالح المتعددة للصندوق والتعضوديات للقيام بهذا الإجراء تصريح بالمواليد الجدود طبعا نعرف بأنه اليوم الكنوبس تدبر تغطية صحية لأزيد من ثلاثة ملايين مشترك ما هي هذه الإجراءات الجديدة التي شنتموها بتداء من هذا يناير الماضي شكرا لك بالفعل هناك نجمع من الإجراءات لتخذ الصندوق لتنسيط الإجراءات من بين هذه الإجراءات أولا هناك التبادل الإلكتروني مع المكتب الوطني للأعمال الجامعية والاجتماعية بالنسبة للطلبة الآن حوالي 400 ألف طالب ممنوح نقوم بتبادل المطايات مع هذا المكتب لفتح الحقوق مباشرة بالنسبة للطلبة المانين وكذلك نقوم بنفس الشيء مع المكتب إنعاش الشغل وبالتالي التبادل المطايات أصبحت استراتيجية قائمة بذاتها بالنسبة للصندوق ونقوم بالنفس الآن مع العدد من الشركاء بتبادل المطايات هناك تبادل المطايات مع مدير العام للأمن الوطني بخصوص تبادل المطايات حول المؤمنين حتى نتمكن من الوصول إلى المعلومات الضرورية وتجنيب المؤمنين على القيام بتحيير وضعيات الإدارية ديرهم نفس الشيء نقوم به مع مجموعة من الفاعلين هناك وزارة الداخلية بخصوص سجل الاجتماعي المحاد هناك كذلك تعرضية القوات المسلحة الملكية بخصوص التسجيات المزدوجة وفي الأخير هناك الآن تبادل المطايات مع وزارة الداخلية فيما يخص أولى الوفاية في بدينا سنة فغوش 2020 بالنسبة لتبادل المطايات المتعلقة بالوفاية هو الآن شرعنا كذلك في تبادل المطايات بالنسبة للموليد الجدود العملية تقوم بطريقة تلقائية هناك حسب القانون الجديد حول الحالة المدنية الرقمية يتم تصريح بهذه المعطايات المتعلقة بالحالة المدنية للمواطنين وبناء على السجل الذي هو بحوزة وزارة الداخلية فالصندوق يتبادل المعطايات وبالتالي يتم تصريح وتسجيل الموليد الجدود مباشرة في التأمين الإجبالي على المعرض وكذلك في التغطية التكميلية قبل هذا الإجراء كان يفترض أن أي مؤمن داخل الكنوبس مجرد ما يزاد عنده شيء وليد ولا بنيتا يخصوه هو يتنقل برجله يمشي للصندوق يمشي للتعضوضية يبدي عقود الازدياد وهذا شيء طبعا يأخذ شوية دي الوقت شوية دي المجهود اليوم بغير يكتبسط الناس لأنه الأهم بالنسبة لنا هو كيف هش غتتم الآن هذه العملية شنوما الإجراء اللي الآن دابا إلا شي واحد كيسمعناه ابتداء من غدان شاء الله تزاد عنده شيء وليد ولا بنيتا كيف هش غادي تعامل هناك حالتين قبل يعني تبادل المعطيات اللي بدينا فيها ابتداء من يناير من قبل كان المؤمن بالفعل تنقل إلى مصالح الصندوق أو تعرضيات لتصرح بالمولود الجديد اتخذنا قبل هذا يعني ابتداء من سنة 2008 قرار تم كل مؤمنين من تسجيل موالد الجدود إذا كانوا في حالة الاستشفاء ريتما يتم تسجيل لهم في إطارة بسيط المساطر وكنا نعطيهم شهر لاستفادة من الخدمات بعد ذلك يجب على المؤمن التنقل للصندوق أو تعرضي قيام بالتصريح الآن المؤمن المعطيات المتعلقة بالمولود الجديد يتم إحصائها وحصرها عن طريق البوابة الإلكترونية للحالة مدنية الرقمية التي تدبرها وزارة الصحة يتم تبادل المعطيات بين الصندوق ووزارة الداخلية ويقوم الصندوق بتثبيت هذه المعلومات على نظامها المعلومات وكذلك على الخدمات الإلكترونية ومؤمن بعد أسبوع سيجد أن المولود تمت إضافته دون القيام بأي إجراء لدى مصالح الصندوق نذكر فقط هنا ممكن لا يجلسك بأخير هو الموقع المبيل على الشاشات www.knops.org.ma هو الذي يمكن أي مؤمن يدخل لكي يرى واشتمن إضافة المولود الجديد للسجيل بطبيعة الحال إلا حالة استثناء إذا لم يكن ممكن أن يكون تبادل معطيات مع وزارة الداخلية فنرجع للتبادل العادي عبر مصالح الصندوق ولكن الآن يتم تأميم البوابة الحالة المدنية الرقمية وبالتالي فجميع المولود الجدود وانت اتخذ إجراءات أخرى في مجال تبسيط المساطير وتنظر على أنه للتوجه الحكومي للتوجه على مستوى المغرب وهو تبسيط ورقمنة المساطير وتبادل المواطعات وهذا شيء مهم بين إدارات لكي نجنب المؤمنين تبادل المواطعات معدلة على المقاطعة مسؤول تواصل بصندوق الوطني المنظمات الحسيات الاجتماعي شكرا جزيلا لك على كل هذه الإضاءات كنت مباشرة معنا من الرباطة في موضوع آخر يشكل استعمال المبيدات الزراعية تهديدا مباشرا لصحة الفلاح والبيئة بالنظر لاحتوائها على مواد كيموية سامة هذه الإكرهات عجلت باكتشاف طريقة جديدة لرش المحاصيل الزراعية عبر الاستعانة بالمسيارات وهي طائرات بدون طيار تم ابتكارها لتقليل تكلفة الإنتاج وربح الوقت وسيلة توفر للفلاح رشة أزيد من هكتار واحد في مدة لا تتعدى سبعة دقائق من جماعة حدران بإقليم الخميسات نتابع روبرتاج محمد بو بكر والملود زينتين طائرة بدون طيارة وسيلة لم تعد تقتصر على الأمر التقليدية فقط سبع دقائق كانت كافية لرش المبيدة على الهكتار الواحد من هذه الأرض الفلاحية محمد الناجي أحد فلاحي جماعة حدران بإقليم الخميسات يكتشف للمرة الأولى هذه الوسيلة التي ستمكنه من رش حقوله بالمبيدة اللازمة تركتور كي يدخل الفدان يعني كي يرسل الزراع وذلك شيء وكي يضيعنا بزنف دي الوقت طائرة هذه عجباتنا والخدمة دي الهزوينة ما غدر للزرع ما غدر للفلاح بين الضرورة لتقوية الانتاج والمخاطر من الإفرات رش المبيدة الزراعية بشكل يدوي قد يشكل خطرا على صحة الفلاحة لأن الأدوية كيموية لكي يدخل الصحة وخلعنا نرى لتطورة الوقت أنه لتدرون فارق من مركز الاستشارة الفلاحية بإقليم الخميسات في زيارة لها زياد من أربعين فلاحا لتحسسهم بأهمية ومميزة استعمال الطائرة بدون طيارة ورينا الفلاحة هالتقنية هذه باش من بعد يعني ممكن لهم يختاروا يعني تقنية اللي كتناسبهم وخاي يعني احنا كنشجعوها هالتقنية هذه بالنسبة للفلاحة أنهم يتعطوا لهم اليوم رسلنا للناس الأهم النقاط أهم الممارسات اللي كيعطيها لنا الدرون من أجل التخفيض تقريفة الإنتاج هي تقنية جديدة درجة ضمن برنامج الجيل الثاني تمكن في اليوم الواحد من رش أزيد من 60 هكتارا بالمبيدة الزراعية عملية مراقبة الأسعار والمنافسة وتتبع وضعية تموين الأسواق وسلامة وجودة المواد الاستهلاكية متواصلة بعدد من ربوع المملكة لأجل ذلك قامت اللجنة الإقليمية الدائمة بعملة إنسجان بجولة للمراقبة والتتبع داخل وحدات إنتاجية كبرى لإنتاج وتلفيف الخضر والفواكه وخاصة الطماطم كما سنتابع في روبرتاج الحسين الزك ورشيد لطفي بالحي الصناعي لأيتملول وداخل وحدة لتلفيف الطماطم توقفت لجنة المراقبة لتتبع وفرة الإنتاج وللتأكد من تخصيص حصة محددة من هذه الطماطم للأسواق الداخلية وبنفس الجودة هناك نسبة لإنتاج اللي هي مخصصة لتصدير الأسواق الأوروبية في إطار العقود وهذا وكان هناك نسبة اللي هي موجهة تقريباً 25% من 20% إلى 25% هي موجهة السوق الوطني بطبيعة الحال ونحن نحرص عنها وكما أن هذه الكمية الـ 25% تدوز وجوباً عن طريق الأسواق الجملة بطبيعة الحال اللجنة الإقليمية للمراقبة بإنزغانيت ملول وبعد جوالاتها بالأسواق الأسبوعية تنتقل إذن إلى محطات التلفيف لتتبع جودة المنتوجات ومدى احترام المعايير الصحية لدينا شروط والتزامات نتقيد بها للحفاظ على الجودة ولتزويد الأسواق المغربية بكميات مهمة من الطماطم تحرص لجان المراقبة على محاربة الاحتكار وتزويد الأسواق المغربية بالكميات الكافية مراقبة الأسعار والمنافسة وتتبع وضعية تموين الأسواق بشكل طبيعي خاصة بالمنتجات الفلاحية يأتي متزامناً مع ارتفاع الطلب عليها ونحن على بعد أسبوعين من شهر رمضان الفضيل المسائية ما تذال متواصلة على القناة الثانية نتابع فيها بعد قليل عشية الاحتفال باليوم العالمي للمرأة نتعرف على مصاري ثوريا الحنفي مهندسة دولة بقطاع المياه والغابات بإقليم سفرو وفي لحظة عرفان المؤرخ حميد التريكي يعتلم منصة التكريم في أمسية جمع ثلثاً من المفكرين والمثقفين إلى جانب عائلة المحتفى به لكن قبل ذلك وكما أسلفت المجلس الأعلى للحسابات أصدر اليوم تقريره السنوي لعام 2021 والمتضمن لبيان عن أعماله وأعمال المجالس الجهوية للحسابات برسم نفس السنة يتضمن التقرير السنوي ولأول مرة بحسب بلاغ للمجلس نتائج مهام التتبع التي شرعت فيها المحاكم المالية والمتعلقة بأوراش الإصلاح الكبرى المهيكلة التي انخرط فيها المغرب مع حث الأطراف المعنية على التحكم في المخاطر المرتبطة بحكمة هذه الأوراش وعلى التسريع من وطيرة تنفيذها والرفع من أثرها خالد نجدي والتفاصل في تقريره لعام 2021 كشف المجلس الأعلى للحسابات عن أن الوكيل العام للملك لدى المجلس أحال عشرين ملفاً على رئيس النيابة العامة بهدف اتخاذ المتعين وفق المساطر الجاربها العمل وتتعلق لا فعال بتوجيه مساطر إصناد طلبيات عمومية بشكل يخالف مبادئ المساواة والمنافسة والمبالغة في أتمان الطلبيات العمومية وأداء النفقات في غياب العمل المنجز وتقديم حسابات غير صحيحة واستعمال ممتلكات جهاز عمومي لأغراض شخصية وفيما يتعلق بتدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية أشار التقرير إلى أن من أصل 34 حزباً أو دعا 29 حزباً حساباتهم السنوية في حين تخلفت خمسة أحزاب عن تقديم حساباتها إلى المجلس وفي مجال التربية والتعليم رصدت تقرير فوارق على مستوى انتشار أطور التدريس وأبرز أن مؤشر عدد التلاميذ بالنسبة لكل أستاذ لا يزال يعرف تبايناً مهماً بين الأسلاك والأكاديميات والعملات والأقاليم رغم تحسنه على الصعيد الوطني بالانتقال من 28 تلميذ للأستاذ سنة 2017 إلى 25 تلميذ عام 2021 ولتجاوز هذه النقائص أوصل مجلس بإرساء أسس لضمان توزيع متوازن وأمتل الأساتذة وإعادة النظر في المنظومة المؤطرة للحركة الانتقالية وفي مجال الصحة أكد التقرير أن تعميم تأمين الإجبار الأساسي عن المرض مرهون بتطوير المستشفى العمومي باعتباره رافعة رئيسية لنظام التأمين وأوصى بتسريع خطة تطوير وتأهيل المؤسسات الاستشفائية قصد توفير عرض العلاجات وتحسين جودة الخدمات الصحية في القطاع العام كما شدد على ضرورة اعتماد آلية التمويل الكفيلة بضمان استدامة تأمين الإجبار الأساسي عن المرض فضلا عن تمكين المؤمنين من حصة مناسبة لتغطية تكاليف العلاجات التقرير ووضح أيضا أنه تم تسجيل ارتفاع في عدد الأطر الصحية خلال السنوات الماضية غير أنه يتعين اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنب حدوث عرض يرجح أن يرتفع من 47 ألف طبيب عام 2023 إلى أزيد من 53 ألف طبيب في أفق عام 2035 وفي المجال الاقتصادي دعا التقرير إلى الإصراع في تفعيل هيئة الحكام وتدبير صندوق محمد السادس للاستثمار وتسريع وطيرة إحداث الصناديق القطاعية واعتماد استراتيجية وطنية للاستثمار فضلا عن تكريس دور المراكز الجهوية للاستثمار ومواصلة جهود إصلاح الضريب على الدخل والضريب على القيمة المضافة لبسط مزيد من المعطاية حول الموضوع ينضم إليه في بلاتو المسائية سيد عبد الحافظ بن طهر منسق أعمال مجالس الجهوية الحسابات مرحبا بكم سيدي مساء الخير إذن بداية هذا تقرير مهم تقرير سنوي يصدره المجلس الأعلى للحسابات بيان طبعا أعمال ديالول أعمال كذلك ديال المجالس الجهوية الحسابات بداية برؤكم تحطونا في الإطار العام شنو هي المحددات والأسس التي من أجلها وضع هذا التقرير السنوي شكرا على الاستضافة إعداد ونشر تقرير سنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسمي سنة 2021 هو أحد أهم تجليات إعمال المجلس لمهامه الدستورية ويندرج هذا الإعداد على غرار السنة الماضية في المقاربة الجديدة والتي ترتكز على تناول الإشكاليات الكبرى لأجل تسهيل مقرؤية هذا التقرير وأيضا من أجل الارتقاء بوظيفته ليكون أولا أداة وآلية لتكريس المحاسبة ومدأ تقديم الحساب ثم ليكون أيضا آلية للتوجيه والمواكبة والمساعدة وكل ذلك ينصب في إطار حرص المجلس على تنفيذ وتطبيق توجيهات الملكية السامية القاضية بإعمال هذه المهام الدستورية المرتبطة بتدعيب قيامي ومبادئ الحكامة والشفافية والمحاسبة طبعا سيد عبد الحفيظ هذا تقرير سانوي كما أشرتم الأكيد أن هذا التقرير أشرتم في بلاغين سابقه أنه تضمن ولأول مرة نتائج مهام تتبع التي شرعت فيها المحاكم المالية والمتعلقة بأوراش الإصلاحات الكبرى التي تعرفها المملكة نريد أن تحيطوننا علما باقتدار أهم الخطوط العريضة لهذا التقرير والمستجدات التي جاءت فيها بطبيعة الحال هذا التقرير كما أشرتم إلى ذلك نحاول من خلاله ويحرص المجلس على أن يعكس هذه المهام الدستورية تم تبويبه إلى 8 فصول يتناول كل فصل منها هذه الاختصاصات بطبيعة الحال الفصل الثاني هذه السنة تم تخصيصه ولأول مرة للأوراش الكبرى المهيكلة التي انخارطت فيها بلادنا وهي أوراش ملكية تحضى بعناية ملكية وذات حمولة اقتصادية واجتماعية وأيضا تهتم بالمعيشة اليومية للمواطن هذه السنة تم التركيز على 5 أوراش كما أشرت إلى ذلك الورش الأول يتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية ثم وما ينطوي عليه هذا الورش يعني من عكاسات على المواطن ثم هناك المسألة الثانية المتعلقة بمنظومة الاستطبار باعتبارها رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية وأيضا لخلق فرص الشغل وتحسين الجاذبية ثم هناك تحسين حكامة المؤسسات العمومية من خلال إعادة هيكلتها وترشيد المحفظة ثم هناك الإصلاح الجبائي وأيضا هناك ورش مهم الذي يتقاطع مع جميع هذه الأوراش وهو يتعلق بالمالية العمومية لأن كل هذه الأوراش تحتاج خاصة ورش مثلا الحماية الاجتماعية تحتاج إلى تمويلات إذن المالية العمومية هي في طور الإصلاح من أجل تكريس مثلا المبدأ القائم على إرصاء مبدأ النجعة والنتائج والأثر بدلا من مبدأ الوسائل هذا في جانب أيضا ارتباطا بالمالية العمومية تم هذه السنة إطارة الانتباه إلى مجموعة من التحديات التي قد تواجهها المالية العمومية في ظل سياق مركب متعدد الجوانب تطبعه مجموعة من الأحداث المتسارعة وغير المتوقعة أيضا هذه السنة تم الحديث على بعض الجوانب ذات صلة بتداعية الأزمة الصحية خاصة في مجال السياحة الذي كان من أكثر المجالات تضبرا ثم هناك الصحة هناك التعليم مع اعتباد التعليم عن بعد ثم الجبايات المحلية هذه الإشارة أو تناول التقرير لهذه الجوانب كان من أجل استخلاص العبار والدروس ثم هناك جانب جد مهم الذي حاولنا أن نتناوله في هذا التقرير السنوي يرتبط بالموارد البشرية على مستوى القطاعات الحكومية إذن لماذا هذا الجانب؟ لأننا لاحظنا من خلال تجارب أو مهام سابقة بأن العصر البشري كان بجانب عوامل أخرى كان مصدر بعض الملاحظات التي سجلنا لها وهذه السنة المجلس بدأ في مرحلة أولى تناول هذا الموضوع على مستوى قطاعي التعليم والصحة وسيواصل هذا النهج من أجل تغطية باقي القطاعات بما في ذلك الوظيفة الترابية الجمعية نعم سيد الحافظ كذلك أن هذا التقرير لم يظل حبيث للبعد الوطني وإنما كذلك له امتداد على مستوى البعد الترابي الذي يغطي الجهات المملكة من خلال المجالس الجهوية رأينا كيف أنه غطى عدد كبير من القطاعات من المجالات ولامس المعيش اليومي للمواطنين بما في بعض التفاصيل ربما حتى رأينا نتقرر أشار إلى مسألة مثلا الرادارات أو إلى غيرها من الأمور المرتبطة ربما بالمعيش اليومي للمواطنين فكيف يمكن أن نتحدث على هذا البعد الترابي في التقرير هذا؟ بالفعل هذا الحرص على البعد الترابي هو ينطلق أو لمنبعه وهذا الحرص على ملامسة الإشكاليات المرتبطة بالمعيش اليومي هذا الهاجس حاضر منذ البرمجة إلى غاية نشر نتائج هذه المهام الرقابية بطبيعة الحال لمسنا من خلال هذه التقرير وهي أعمال التي أنجزت من طرف المجالس الجهوي الحسابات لمسنا مجموعة من الجوانب أذكروا على الخصوص مثلا الخدمات الأساسية أو خدمات القرب على مستوى الجامعات في الوسط القاروي مثلا كخدمة الماء الصالح التزويد من ماء الصالح الشرب التطهير جمع النفايات أيضا لمسنا موضوع مهم وهو موضوع مرفق النقل المدرسي في الوسط القاروي باعتباره إحدى الآليات المهمة من أجل مثلا محاربة الهضر المدرسي ثم هناك أيضا جانب مهم الذي تنونناه وهو الجانب المرتبط بالوكالات الحضرية تدبير الوكالات الحضرية باعتبارها مؤسسة وفاعلة رئيسيا في التعمير وفي تهيئة المجال وأوصينا والأوصى المجلس في هذا الإطار بإعادة دور هذه المؤسسة في ضوء التنظيم الترابي الجديد مؤخرا مجموعة العمل المالي غافي قد قررت إخراج المغرب من اللائحة الرماضية لهذا المجموعة طبعا كيف تقرؤون أنتم هذه المؤشرات طبعا ديال هذا القرار المهم؟ بطبع الحال كان هذا القرار صار جدا بالنسبة لبلادنا المتعلق بإخراج المغرب من ما يسمى بمسلسل المراقبة المعززة أو اللائحة الرماضية بفضل مجموعة من التدابير التي اتخذتها بلادنا في هذا الإطار وداخل الآجال القانونية والوفاء بهذه الالتزامات بطبيعة الحالة ارتباطا بالتقرير السنوي وارتباطا بأعمال المجلس الأعلى للحسابات فهذا التقرير يكرس بدأ الشفافية هذا التقرير يجب أن يشير إلى أنه موجه إلى المواطن موجه إلى الرأي العام ولكن أيضا المنظمات الدولية أخصوا بالدرمة صدوق النقد الدولي البنك الدولي ومجموعة من المؤسسات الأخرى تطلع على مضامن هذه التقارير وتقف على مستوى المجهودات التي بدلتها بلادنا من أجل تعزيز هذه المسألة هناك أيضا المجلس يمارس اختصاص مهم جدا وهو اختصاص تصريح الإجباري بالممتلكات كآلية مهمة من أجل تخليق الحياة العامة والتي قطع فيها المجلس أشواطا مهمة وقام بعدة أعمال سوف تتيح له القيام بالمراقبة مستقبلا بناء على معايير موضوعية شكرا جزيلا لكم سيد الحافيض بن طهر منصق أعمال مجالس الجهوية الحسابات بالمجلس على الحسابات شكرا جزيلا لكم على كل هذه الإضاءات شكرا على الاستضافة مرحبا بكم وإلى عهد قريب كانت بعض الميادين حكرا على الرجال اليوم بات للون النسوة حضور في كل مناحي الحياة قطع الغابات مثلا من المجالات التي اقتحمتها النساء ببلادنا وبصمنا فيها على أداء مهني مقتدر إلى جانب زملائهن من الرجال عشية الاحتفال باليوم العالمي للمرأة نتعرف على مصاري ثوريا حنفي مهندسة دولة بقطاع المياه والغابات بإقليم سفروف بورتري من توقيع أسامة أفقير بعدثات إدريس كون بدأت العمل في المجال الغابوي سنة 2012 هي السيدة ثورية حنفي مهندسة دولة في المياه والغابات تعمل إلى جانب زملائها الرجال على صيانة غابات المملكة المغربية ومجالها الأخضر بمختلف مكوناته الحيوية كانت عملوا مع العالم القاروين العالم القاروين مرأة عندها واحدة نوع ديال الاحتياطات ولكن مرة هي التي تحاور معها والتي تقابل معها يعني كتكون واحدة نوع ديال الاريحية واحدة نوع تبادل إيجابي ديال المعلومة وديال وكتعبر على ذلك المشاعر ديالها وكننا نصلوا لحل المناسب العمل الميداني حاضر بقوة في الحياة المهنية للسيدة ثورية إقليم سفرو الذي تشتغل فيه حالياً يتوفر على مساحة غابوية قارب مئة واثين وخمسين ألف هكتار تشتغل بمهنية وكتضبط الأمور ديالها وهذا ما يتبتنا بأنهر هذه المهنة هذه ممسي رغم الصعوبات والعراقية التي كان فيها لع المستوى المحلي لع المستوى الميداني لع المستوى هذا فإن المرأة أعطت 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 الكثير في هذا الميدان هذا أنا خير رجاء ديال المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين التي تلقينا فيها واحد كوين أكاديمي على أعلى مستوى يجمع بين شقين وشق تقني علمي محد يهم كل مبادئ المحافظة وتثمين وتنمية الثروات الطبيعية وشق عسكري كان يركز على الانضباط المهندسة الثورية حناثي من بين مهامها الصهر على تنفيذ البرنامج السنوي للمديرية الإقليمية بسفرو مهمة ليست سهلة الميدان الغابوي رغم المشقة دياله رغم الصعوبة دياله رغم أنه محفوف بعدة مخاطر إلا أن المرأة الغابوية يعني برهنت أنها مقادرة باش تحدى الصعوبات وأنها تكون تعمل بجانب الرجل وتبين الجدارة ديالها والاستحقاق ديالها والأحقية ديالها في هذه المهنة هذه بافتخار كبير إذن تمارس السيدة ثورية عملها اليوم وسط تشجيع كبير من محيطها المهني والعائلي بالمدينة الحمراء تم الاحتفاء بالدكتور والمؤرق حميد التريكي في أمسية جمع ثلثا من المفكرين والمثقفين إلى جانب عائلة المحتفى به وقفة اعتراف بقامة علمية بصمة التاريخ المغربية المعاصر من خلال مصاره الأكاديمي المتميز وأعماله المتعددة المتابعة لشيماء العلم أمسية تمددت بالوفاء لأهل العطاء عنوانها العرفان لفقيه الثورات والذاكرة المؤرخ المغربي الكبير حميد تريكي من بحر الأحداث رسم خارطة الماضي هو اليوم وفي حفل تكريمه تم عرض شريط مختصر عن حياته وعن وقفات أضاءت حقولا من مصاري تفكيره ونظرياته مؤسسة الدربلارج تفتخر باش أنها تكرم وبإجلال وتنحني أمام دكتور سدي حميد تريكي مؤرخ المغرب وفاتح الطريق ذهابا وليابا بين المغرب والأندلس عبر كتاباته وأبحاته وطريقة إلقائه لهذا التاريخ هو بحث كبير ومؤرخ محب للشعر والأدب والثورات وهو نفسه يختزل الثورات المغربي بمراكش وبمبادرة من مؤسسة دربلارج للثقافة والثورات تم تنظيم هذا العرس التكريمي الذي سيصبح تقليدا سنويا عرفانا لشخصيات مغربية ساهمت ببصمتها في تقدم المغربي وتعزيز إشعاعه في ختم المسائية إليكم تذكيرا بأهم ما جاء فيها اجتماع وزاري خصص لتتبع مراحل تنزيل ورش السجل الوطني للسكان وورش السجل الاجتماعي الموحد ترأسه اليوم بالرباط عزيز أخنوش رئيس الحكومة والكنوبس يسعى لتبسيط المساطر الإدارية عبر اعتماد التبادل الإلكتروني لتسجيل المواليد الجدد في التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالقطاع العام والتغطية التكميلية للتعابضيات وطريقة مبتكرة لرش المحاصيل الزراعية عبر الاستعانة بطائرات مصيرة لتقليل تكلفة الإنتاج وربح الوقت سقن النموذج من إقليم الخميسات وكما تابعتم المجلس الأعلى للحسابات أصدر اليوم تقريره السنوي برسم عام 2021 والمتضمن لبيان عن أعماله وأعمال المجالس الجهوية للحسابات لإعادة مشاهدة هذه النشرة أو الاطلاع على الأخبار الوطنية والدولية يرجى التفضل بزيارة موقعنا على الانترنت وتصفح منصاتنا على مواقع التواصل في الختام لكم تحية الطاقة من النشرة شكرا لوفائكم دمتم بخير في أمان الله اشتركوا في القناة